طيب أنا عايزة برضو أسأل حضرتك يعني بيمثل إيه الفوز بالبطولة دي في الوقت ده بعد موسم يعني صعب كله غيابات وفترة توقف طويلة قوي حياة كانت على كل الأنداف العالم ومع ذلك الأهلي قادر يحسم الدوري بفرق كبير قوي عن أقرب المنافسة النادي الأهلي قبل كورونا قبل ظهور كورونا أنا بعتقد أنه هو البداية كانت قوية جدا من النادي الأهلي مع المدير الفني فيلر ريني فيلر لأننا سأتقول راينر البداية كانت قوية جدا حق أفضل النتائج خطأ خطوات كبيرة جدا نحو صدارة المسابقة وبالتالي ما كانش فيه مشكلة عند النادي الأهلي أن هو يكمل ما بعد كورونا وكان النادي الأهلي هو الأكثر رغم أنه المستوى قد يكون تأثر بغيابات كثيرة وبظروف التوقف الطويل والكلام ده إنما النادي الأهلي برضو بيفرق معلش عن الأندية كلها في حاجة أساسية ويجب على الأندية الأخرى بدلا من أن هي تزعل من النادي الأهلي أو جماهير الأخرى تزعل من النادي الأهلي إنه النادي الأهلي عنده الأهداف أو التارجتس بتاعته واضحة يعني فضل فيلر تغير فيلر جي فلان جي مدرب أجنابي جي مدرب مصري مشي نجوم من النادي الأهلي ما دي نقطة يجب أن تبحث كل النجوم اللي مشت يعني أنا لغاية النهاردة بقول مثلا إن عبدالله السعيد من اللاعبة المهمة جدا اللي سابت النادي الأهلي ما شكل النادي الأهلي أو ما وضعية النادي الأهلي بعد ما عبدالله مشي أو غيره من اللاعبين يبقى إذن النادي ده لا يتأثر لا برحيل مدرب ولا بالتعاقد مع مدرب ولا برحيل لاعب أنا بقول لحديدك ليه الكلام ده ده يرد على كلام كتير جدا أنتو حتى قلتوه في الإنترو النهاردة خاصة بالإشاعات اللي هي حول فيلر إنه هو هيقعد ولا مش هيقعد الراجل لما راح أجازته الكلام كتير جدا جدا عن إنه لا فيلر مش راجع عايز أقول إنه جمهور الأهلي مطمئن وبرضو الإدارات المتعاقبة يعني قد يكون الإدارة الحالية متميزة ومتفوقة وكل شيء جميل جدا ما فيش مشكلة إنما إدارات النادي الآلي تاعي هذا الأمر لأنه هو النادي الآلي معمول كده على كيان إنه بيتحرك نحو البطولة وبعدين حتشوفي الدليل مش أقولك الدليل ألولو بقى لا الدليل البطولات يعني مش هنجيب حاجة إحنا لأنه جمّل شيء هو مش موجود صح فده بقى لك سيبي بقى الآخرين من يريد اللي هو عارف البطل اللي ماشي وبعض الناس بتشده من هدومه اللي بيحاول يكعبله يعني ليه محاولات الإعاقة محدش يقدر يوقف طالما أنت عندك الإرادة إن أنت تحقق ده